هذه الكلمات على الأقل علينا أن نتذكرها بنحو إجمالي إنها ترتبط بواقعنا الذي نعيشه وترتبط كما يبدو بمستقبل قريب إن لم يدركه جيل الكبار من أمثالي فإن جيلكم فإن جيل الشباب قد يدركوا هذه الوقائع والأحداث في قادم أيامه إذا اختلف بن فلان بن العباس وهم حكام بغداد والكوفة حكام العراق إذا اختلف بن فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج لأن السفيانية سيظهر في سوريا والخراساني قادم من إيران واليماني قادم من اليمن إنها العلامات الحتمية الحقيقية إذا اختلف بن فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان هذا يعني يا أيها الشيعة المنتظرون أنتم بعيدون عنهم عن العباسيين تراقبونهم من بعد لا علاقة لكم بفسادهم وقذاراتهم وعقائدهم وإنما تراقبونهم من بعد تراقبون مراجع الضلال في النجاف وأحزاب الضلال في بغداد إذا اختلف بن فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان فأنتم خارجون عن هذه المسألة فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان يعني أن الأحداث ستكون قريبة فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم وتوقعوا خروج القائم إن الله يفعل ما يشاء ولي يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بن فلان فيما بينهم فإذا كان كذلك إذا ما اختلفوا طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني وقال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لابد لبني فلان من أن يملكوا حتى لا يقولوا بعد ذلك لو ملكنا لعدلنا فلابد أن يملكوا وأن يظلموا هذه قوانين الغيبة هكذا أخبرونا فهذه التيارات الشعية لابد أن تحكم حتى لا يقولوا بعد ذلك لو كنا قد حكمنا لعدلنا لابد أن يحكموا وأن يظهر فساده وقال لابد لبني فلان من أن يملكوا ومن هنا فإن انطباق الوصف العباسي على هذه الأحزاب الشيعية يكون انطباقا حقيقيا يتطابق الواقع مع هذه الأحاديث وقال لابد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا بعد ذلك بفترة زمانية بعد أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم لأن الأكراد لن يتضرروا من تفرق واختلاف العباسيين بل ينتفعون من ذلك وكذلك السنة المخالفون لعلي وآل علي لن يتضرروا من اختلاف العباسيين العباسيون هم الذين سيتضررون من اختلافهم لابد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق الخراساني من مشرق العراق وهذا من المغرب السفياني قلت لكم تحديد الجهات في الروايات مقياسه الكوفة مقياسه العراق وفي بعض الأحيان المدينة أتحدث عن مدينة الرسول صلى الله عليه وآله لأن الأئمة كانوا يعيشون فيها لكن في الأعمل الأغلب المقياس الكوفة حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما فبين العباسيين من هو يناصر الخراساني الخراساني يقضي عليهم السفياني وبين العباسيين وبين العباسيين من هو يناصر السفياني يقضي عليهم الخراساني حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما أما إنهم لا يبقون منهم أحدا ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخراس مثلما تنقطع المسبحة أو القلادة التي صنعت من الخراس فإذا سقطت الخرزة الأولى ستسقط وراءها الخرزة الثانية وهكذا نظام كنظام الخراس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه المراد من البأس الحرب القتل صعوبة الظروف شدة الأيام هذا هو البأس فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواهم لمن ناوا السفياني لمن ناوا الخراساني لمن ناوا اليماني نواهم عاداهم وخالفهم وعارضهم ويل لمن ناواه وليس في الرايات راية أهدا من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم السفياني رايته ضالة وهذا المعنى واضح الخراساني دعوته ليست خالصة لصاحبكم هو يدعو إلى نفسه ويدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم هذا أمر قد تقوم به الدول العظمى المصنعة للأسلحة والتي تمتلك خزائن الأسلحة ومصانعها فإذا خرج اليماني حرم أو حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم لا أريد أن أقف عند هذه الصطور فقد تحدثت عنها كثيرا في برامج أسابقة ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أبو بصير يقول ثم قال لي الإمام الباقر وجه الكلام إلى أبي بصير ثم قال لي إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار القصع جمع لقصعة والقصعة آنية كبيرة والفخار معروف هو الطين المطبوخ الذي يطبخ بالنار ثم قال لي إن ذهاب ملك بني فلان بني العباس كقصع الفخار كقصع الفخار يعني مثلما تكون قصع الفخار مجتمعة في مكان فجاء أحد وحركها زلزلها فسقطت القصعة الأولى على الثانية والثانية على الثالث وهكذا تكسرت جميع القصع مثل يقول الشاميون فخار يكسر بعض كقصع الفخار وكرجل هذه صورة ثانية وكرجل كانت في يده فخارة كانت كانت في يده مزهرية مصنوعة من الفخار كان في يده كأس مصنوع من الفخار وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع يعني أن ذهاب ملكهم سيكون بنحو مفاجئ لهم قد يكونون نائمين في قصورهم وإذا قد ذهب منهم كل شيء وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع فذهاب ملكهم هكذا أغفل ما كانوا عن ذهابه يكونون في حالة غفلة لا يتوقعون أن الملك سيذهب منهم يثقون بقوتهم يثقون بسلاحهم يثقون بحماياتهم ولكن الأمر لن يكون كذلك بالضبط مثل ما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أعيد قراءة هذه الكلمات هذه صور مهمة أبو بصير يقول ثم قال لي الإمام الباقر يقول لأبي بصير إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع فذهاب ملكهم هكذا أغفلوا ما كانوا عن ذهابه نذهب إلى فاصل تذكروا ما قاله إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لجابر الجعفي حيث قال له لا تحرق يدا ولا رجلا حتى ترى أول العلامات وأول العلامات اختلاف بني العباس إنه اختلاف الحكام في بغداد والكوفة الحديث عن العباسيين في آخر الزمان العباسيون في الجيل الثاني العباسيون الجدد تذكروا هذه الحقيقة ومازجوا فيما بينها وبين أهم قوانين الغيبة والظهور إنها الزمانية 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 والخمسون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام والتي جاء فيها يوم يأتي بعض آيات ربك بحسب تفسيرهم وتأويلهم لقرآنهم فإن الآية في مرحلة الظهور وفي الرجعة أيضا نحن نتحدث الآن في مرحلة الظهور يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إذا كنا نبحث عن التوفيق لنصرة إمام زماننا لا بد أن نكون ممهدين وعاملين زمان الغيبة وإلا فلا سيبقى الذي لم يكن عاملا وممهدا زمان الغيبة سيبقى في أحسن أحواله سيبقى من المتفرجين من الذين يتابعون الأخبار عبر وسائل الإعلام إن لم ينزلق حظه العاثر ويذهب مناصرا للبتريين في الحوزة الطوسية لأن الحوزة الطوسية كما يبدو لن تغير من واقعها بإمكانها أن تفعل ذلك لكن الذين على رأسها أخذوا عهدا مع أنفسهم ومع الشيطان أن يستمر في ضلالهم وبتريتهم وطوسيتهم القذرة الواقع الذي نعيشه يشهد بذلك ولا يبدو أن الأمور ستتغير عدنا مثل في التعابير الشعبية العراقية يقولون هالشكل طبعا بالبدن ما يغير إلا الشفا ومن شب على شيء شاب عليه هؤلاء شبوا على الفكر المرجئ والفكر البتري سيموتون عليه وحوزة النجفي شبت منذ أول لحظة من لحظات وجودها على القذارة الطوسية البترية ونشأت عليها وامتد عمرها وتأريخها إلى هذه اللحظة ويبدو أن ذلك سيمتد في نفس الاتجاه القذر هذا إلى زمان الظهور الشريف ولذا فإن الراية المهتدية تأتي من إيران والراية الأهدى تأتي من اليمان أما النجف سينتج القذارة المرجئية والبترية هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث فإن النجف لا ينتج أناس صالحين بحسب الروايات فإن صاحب السفياني سيعسكر في النجف وبعد ذلك يبدأ البحث عن شيعة علي لأن النجف طاردة لشيعة علي فالنجف تجمع إليها جند السفياني ويستقر فيها المراجع الطوسيون الذين سيحاربون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأقولهم الشيعة العراق قرة عيونكم ستحاربون إمام زمانكم مع هؤلاء البتريين من أصحاب العمائم في النجف وكربلاء من أصحاب العمائم سيكون قطعا قليل منهم يناصرون الإمامة ولذا فإنهم سيخلعون عمائمهم لأن العمائم هذه علامة تشير إلى أعداء إمام زماننا السفياني سيبحث عن أولئك الذين خلعوا عمائمهم وفروا من النجف أتحدث عن صاحب السفياني وسيعلن الجوائز المالية لكل من جاء بشيعي من شيعة علي من الذين ينتظرون إمام زمانهم أما شيعة المراجع فإنهم سيكونون في النجف وفي كربلاء لن يغادروا النجف وكربلاء فهم في ظل ورعاية المراجع الطوسيين البتريين الذين تحالفوا مع السفياني لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام كلام رواياتهم وأحاديثهم الشريفة وقد تحدثت عن هذه المطالب بشكل مفصل في برامج السابقة بإمكانكم أن تعودوا إلى كل تلك التفاصيل لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة في هذا الوقت المقتضب الذين يعملون في خدمة إمام زمانهم زمان الغيبة هم الذين سيوفقون لنصرته هذا هو قانون الغيبة والظهور يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل كانت على معرفة واضحة كانت قد طهرت نفسها من العقائد البترية القذرة وتلبست بالعقائد اليمانية الواضحة من فكر محمد وآل محمد يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون في سورة سبع في السياق نفسه في الآية الحادية والخمسين والتي بعدها بعد البسملة إنها أجواء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت في أحاديثهم الشريفة هذه الآية في الصيحة في الصيحة التي تكون في شهر رمضان ولو ترى إذ فزعوا الروايات هكذا أخبرتنا من أن الصيحة ستكون صبيحة الجمعة إنها صبيحة ليلة القدر عند فجري اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان في يوم الجمعة ستكون الصيحة المهدوية عند الفجر توقظ النائم تفزع الجميع النائم يستيقظ من نومه الجالس على الأرض ينتفظ قائما القائم على قدميه يدور يمينا وشمالا الجالس في بيته يخرج من داره المرأة التي في خدرها تخرج من خدرها الفزع في كل مكان إنها صيحة الحق عند الفجر ستكون واضحة جلية بالدرجة الأولى في منطقة الظهور ولو ترى إذ فزع فلا فوت فلا فوت ليس هناك من أحد لم تقم عليه الحجة إنها حجة واضحة وإن كان الناس سيغفلون عنها وحينما تأتي الصيحة الإبليسية عند المساء سيذهبون مع الصيحة الإبليسية فمن هم الناجون يا آل محمد أخبرون الذين كانوا يروون رواياتها ويحدثون بأحاديثها فهم يعرفون تفاصيل ما سيقع عند الفجر وما سيقع عند المساء وكانوا على يقين بتلك الأحاديث هكذا أخبرون هذا هو التمهيد وهذا هو التحضير وهذا هو الإيمان وهذه هي المعرفة وهذا هو الإعلام والتعليم دائما أحدثكم عن الإعلام والتعليم في التمهيد لظهور إمام زماننا هذه هي أحاديثهم وهذه ثقافتهم وهذا هو الذي يريدونه مننا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب بحسب الأحاديث وأخذوا من مكان قريب مصداق من مصاديقها خسف البيداء أخذوا من عند أرجلهم من مكان قريب لا لا يعني أن الآية تنحصر بهذا المصداق فقط هذا مصداق من مصاديقها ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب أنا لست بصدد تفسير الآية إنما أردت أن أقول لكم من أن الآية هذه في أجواء إمام زماننا لأنني إذا أردت لأنني إذا أردت أن أخوض في تفسيرها سأحتاج إلى وقت طويل جدا الوقت المتبقي لا يكفي لذلك الآية بالمجمل في أجواء إمام زماننا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت إنها الصيحة في شهر رمضان وأخذوا من مكان قريب إنه الخسف في بيداء المدينة أخذوا من عند أرجلهم وقالوا آمنا به قالوا آمنا به بعد أن ظهر الإمام الخسف يقع في البيداء متى والإمام في مكة ويأتي البشير يبشر الإمام بالخسف الذي جرى على جيش السفياني الإمام في المسجد الحرام الظهور قد بدأ العلامات قد وقعت ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت هذه العلامة وقعت في شهر رمضان نحن الآن في شهر محرم في اليوم العاشر منه الإمام في المسجد الحرام وأخذوا من مكان قريب وقع الخسف وقالوا آمنا به الناس قطعا الكلام يوجه بالدرجة الأولى للذين يقولون نحن شيعة وقالوا آمنا به بعد العلامات وأن لهم التناوش من مكان بعيد هذه الآية دقيقة جدا وأن لهم التناوش المراد من التناوش هو التناول وأن لهم التناول من مكان بعيد بحسب أحاديثهم الكتاب الذي بين يدي تفسير القمي وهو جامع للأحاديث التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الصفحة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة خمسمائة وستة وخمسين وقالوا آمنا به يعني بالقائم من آل محمد إلى أن يحدثنا أبو حمزة الثمالي يقول سألت أبا جعفر سأل الإمام الباخر عن قوله عن قوله تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد قال إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال طلبوا الهدى من البتريين في زمان الغيبة في الوقت الذي آل محمد هيأوا الأسباب لهم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه هذا كلام صادق صلوات الله وسلامه عليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي البتري الأعلى وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب آل محمد هيأوا الأسباب لشيعتهم لكن الشيعة هم الذين يذهبون يمينا وشمالا عن صراط آل محمد المستقيم وأن لهم التناوش من مكان بعيد إنهم طلبوا الهدى الهدى إلى إمام زمانهم من حيث لا ينال يريدون أن يعرفوا إمام زمانهم من خلال هؤلاء الكذابين الذين يقولون نحن نواب صاحب الزمان وهم لا يعرفون شيئا عن إمام زمانهم فشيعة ذهبت تطلب الهدى من هنا القرآن ماذا يقول لهم وأن لهم التناوش من مكان بعيد هؤلاء بعيدون عن إمام زمانهم إن الصواب في خلافهم الباقر يقول إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال نحن هيئنا لهم الأسباب وصية رسول الله واضحة تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضل أبدا ثم اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم فقط وأن نأخذ الفهم منهم فقط ثم جاءوا إلى رواة أحاديثهم المخلصين ففهموهم إن لا نعد الفقه منهم فقيها من رواة الحديث حتى يكون محدثا فقيل أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث يفهمونه صاحب الزمان وضع الأسباب إنه يسقي أولياءه كؤوس الحكمة صباحا ومساء مثلما قرأت ذلك عليكم من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين هذه المضامين مرت علينا وبشكل واضح لكن الشيعة ترى الحقائق بأم أعينها وترى الحجج واضحة بين يتركونها ويذهبون يبحثون في بالوعات المراحيط هؤلاء ما هم نواب لصاحب الزمان هؤلاء بالوعات مراحيط إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال لا ينال الهدى من بالوعات المراحيط وإنما ينال الهدى من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إنهم طلبوا الهدى من حيث لا ينال وقد كان لهم مبذولا من حيث ينال لكنهم أعرضوا عن ذلك وتركوا ذلك نذهب إلى فاصل